بابا في حفل مئوية مدارس الأحد بأسيود أعلن عن أن وقف العزة الأسبوعية لمدة خمس أسابيع لسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقال البابا أنه هيكون فيه إن شاء الله فترة زيارة أمريكا الفترة اللي جاية وبالتالي اللقاء هي توقف خمس أسابيع وكمان كان بيخاطب بخمس ألاف مسيحي في الاحتفالية وبيقول لهم وجدت فيكم محبة كبيرة وهتمام حقيقي من القلب وأسيود عاصمة الصعيد وعندما قاتي إلى هنا أنال بركات عديدة بركة العائلة المقدسة بركات المتنيح الأنبى ميخايل موتران أسيود وقال قدست البابا اجتماعنا النهاردة مش فرحة لاحتفالية مدارس الأحد بل بالأجيال والقصص زي ما قدموها أولادنا من أيام الأرشد يكون حبيب جرجس وأبنائنا البطاريكا والخدام العظام وكل واحد له دور وهذه الأسماء اللي ذكرت هي سبب فرحنا هيدخلوا في تهليل الصدقين فرحانين لأنهم قدوا خدمتهم ورسالتهم لأنه كان تم تكريم برضو كل اللي كان ليه دور في إثراء مدارس الأحد وأوضح قدست البابا أن الأسس التي أقيمت عليها المدارس داخل الكنيس والأديرة نشر ثقافة حب الوطن أولا وحب الآخرين ثانيا وطرق المعصية والرزيلة والتحلي بفضيلة الأخلاق زي ما أن يفت الأنبى مكاريوس معينا أن البابا هو بيقول يا جماع أن الكنيس بتنشر ثقافة حب الوطن كمان يعني فأنتم متضررين ليه من الكنيس وكان قدست البابا قد قرم عدد من رواد مدارس الأحد ممن كانوا تحملوا مسئولية الخدمة منذ نشأتها وكان حضر الاحتفال اللي كان في أسيوت لفيف من أحبار الكنيسة زي وشارك في الاحتفالية برضو إبرشيات ديروت وسانبو والقصية ومير ومنفلوت وأبنوب والفتح وأسيوت والبداري وسحل سريم وبطيل وسدفة والدير المحرم وأيضا كان زي ما قلنا البابا كان حضر برضو يوم يعني بيحضر كل الاحتفاليات الخاصة بمقاوية مدارس الأحد فحضر برضو مبارح احتفالية مدارس الأحد اللي كانت لكنيس شبرة وكانت تحت عنوان هنكمل مسيرة الحب واستقبل البابا أطفال كنيس شبرة وأول ما وصلوا في الحفل بالشموع وبدأت الاحتفالية بالصلاة الربانية والسلام الوطني وتم عرض في الموثائقي عن شبرة عبر العصور واللي أشار إلى أن الخدمة في شبرة أخرجت المتنيح البابا شنودة الثالث وما يقرب من 30 أب موتران وأسقف وتم تقديم الحفل باللغات الإبطية والإنجليزية والفرنسية والألمانية إلى جانب اللغة العربية جميل يعني زي ما بنقول تحية شبرة وشعب شبرة جميل برضو وأنه فعلا ليهم الحق أنهم يفتخروا بأنهم خرجوا كل هذا العدد على الأسهم المتنيحة الأبا شنود البابا شنودة وكمان 30 أب موتران وأسقف وربنا يبارك الخدمة في شبرة وفي كل ربوع مصر الدكتورة منال عود ميخايل أول محافظ لدميات ومحافظ سيدة وكبطية أيضا أول قرارات أصدرتها بأنه ما يتمش استحابها للموكب المعتاد يعني ما بقاش معها موكب اللي هو بصاحب المحافظين في تحرقتهم وأمهلت رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن مدة أسبوعين لتحقيق طفرة يشعر بها المواطنون أنفسهم في مشكلة النظافة النظافة والقمامة اللي مالت الدنيا في كل حدة حذرت أيضا من أي تهاون وهددت من محاسبة المقصرين وقالت لن أسمح بتراخي أو تكسير كل واحد يراعي دميره دميره بدون مجملات أو مخالفة للقانون وقامت أيضا بجولة مفاجئة في شوارع المحافظة لتفقد حالة النظافة بعد أن تلقت شكاوى بشأن القمامة وتراكمها وأجرت حوارات مع الأهالي وسط ترحيب ملحوظ منهم واستمعت لملاحظاتهم وشكواهم وحرصت أيضا خلال جولتها الميدانية على استحاب نوتا ورقية وقلم لتقوم بنفسها بتدويل ملاحظتها أول بأول بنحييها الحقيقة الدكتورة منال عود مخايل وإنه يمكن كنا قلنا أن دي برضو تغيير في مصر إنه ما حصلتش بقى تظاهرات ضدها والكلام ده كله زي ما كان حصل ساعة محافظنا ربنا يوفق كل المحافظين ونلاقي طفرة كبيرة في كل شيء عندنا مازالة الحوادث الحياة اللي بتحصل في الأسر بشكل صعب جدا جدا أنا يمكن ما كنتش قلت لحضراتكم كمان كان في حادثة أم شعرت بحالة نفسية وأكلت منخير وحتى من ابنها والحاجة زي جدا يعني في حوادث بتحصل بشكل رهيب جدا لقوا في بيت جسس متحللة لزوج وأطفاله الأربعة وبيتهموا الزوجة ولكن إلى الآن لم يتم نسبات التهمة بالنسبة عليها لكن كانت دي في الأليوبية حادثة هزت الأليوبية إنه هما فوجوا في البيت بيطلع منه ريحة كريهة لقوا إنه الزوج وأطفاله الأربعة في حالة صعبة جدا الزوج محمد ألف عين تسعة وتلاتين سنة أولاد يوسف خمستاشر سنة عمر اتناشر سنة وسامح ثمان سنوات وسامح أربع سنوات وبيقال على فكرة إنه التقرير كان بيقول إن هما توفوا بسبب السم يعني وبيقولوا إنه كان بيقال إن زوجته وأم الأولاد يعني هي اللي حطت السم في الأكل وبعد كده ادعت إن هي اتضربت وعندها مشاكل وبتقول إن جاريتها كانت اديتها خمسين جنيه عشان ما كانش معها فلوس عشان ما عارفش تروح لقريبة وبتقول إن هي كانت عند قريبها فلغاية دلوقتي لم يتم يعني لسه التحقيقات معها بعد ما الحقيقة عبضوا عليها زي ما بقول لحضراتكم وقدلت بأقوالها فيه برضو كان موظف بالشهر العقاري العقاري بيعطى المصالح المواطنين وده برضو تم تداول فيديو لهذا الموظف بأنه للأسف الشديد كل ما الناس بتروح يعني بيبصوا يلاقوا الموظف ده بشكل غريب جدا يعني بيعطى للمصالح وانتشر الفيديو والشكوى اللي كانت كتبتها أحلام يوسف على نطاق واسع النائب العام بيحيل المتهمين بالإهمال في قطار المرزيق فاكرين قطار المرزيق كان بيحيلهم في محاكمة عجلة كمان القوات البحرية النهاردة حاجة جميلة جدا احتفلت بتدشين أول فرقاطة مصرية تصنع من تراز جوينيد ودي برضو كانت حاجة جميلة جدا جدا الحقيقة ويعني بنهني القوات البحرية وبنهني مصر بأول فرقاطة صناعة مصرية التضامن ترفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول المتوقعة ونتمنى أن يكون فيه مواجهة فعلا مش زي كل سنة بيقولون فيه استعدادات ونبص نلاقي السيول تغمر مناطق كثيرة جدا برضو كان فيه الحوادث الطرق برضو مازالت مستمرة النهاردة الرئيس السيسي تفقد مشروعات هضبة الجلالة واستمع إلى شرح تفصيلي للموقف التنفيذي للمشروع التنموي المتكامل وقام السيسي بالمرور على محط التحليع ملاقة بالجلالة وزار منطقة الألعاب المائية ومارينة الجلالة واختتم الزيارة بتفقد الجامعة اللي تحت الإنشاء ومصنع الفوسفات والرخام وأشار السيسي خلال الزيارة بالإنجاز اللي تم في المشروع وأداء المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة للمشروع والحكومة وثقت إنجازات الولاية الأولى للرئيس في كتاب مصر التحدي والإنجاز عدد المشروعات اللي تم تنفيذها 7777 حلوة تلال 4 سبعات بتكلفة 1.61 من 100 تريليون جنيه المشروعات الجارية تنفيذها 3.392 بتكلفة 1.13 من 100 تريليون جنيه عدد المشروعات المخطط تنفيذها 4.131 بتكلفة 0.71 من 100 تريليون جنيه عدد المشروعات المنفذة والجارية والمخطط تنفيذها 15.300 مشروع بتكلفة إجمالية حوالي 3.45 تريليون جنيه ده بس كده حاجة بسيطة لبين التحدي والإنجاز ناخد الصحف بسرعة والصحف يمكن هيكون فيها برضو لو معنا صحف السبت جاهزة هيكون فيها برضو جزء من الزيارة بالنسبة للرئيس السيسي الذي تفقد المشروعات التنموية اليوم بهضبة الجلالة وتوفير 150 ألف فرصة عمل ومئة شركة وطنية تشارك في الإنجاز وبورسعيد بتحتفل بأول فرقاطة مصرية الصنع سيناتورة أمريكية بتقول اللجوء للدستور لعزل ترامب هنعرف بعد شوية بس تقوي موضوع ترامب والمقال اللي قلب الدنيا والكلام ده كله مصر التحدي والإنجاز وفيه برضو حاجة بالنسبة لأعتقد محمد صلاح نكمل الجرائد الأخبار برضو كانت عاملة ملف على الموضوع رئيس يابني ووطن ينهط السيسي يشيد بالجهود المبزولة لإنجاز المشروعات وفقاً للمعايير الدولية وكان برضو جريدة الأهرام من أول صفحة رئيس زور هدبة الجلالة مصر تدخل عصر التصنيع العسكري الاحتفال بتتشين أول فرقاطة التأمين على المصريين بالخارج في حالات العجز والوفاء بحث أزم التمويل الأنروا بالقاهرة وقيادة القهرباء يشربون مياه صار في محطة أسيوت برضو نفس الحكاية والوفد كمان هتلاقوا برضو في جريدة الوفد أيضاً الصفحة الأولى نفس الأمر تدشين أول فرقاطة وارتفاع انتاج حقل زهر إلى ملياري قدم غاز يومياً وبرضو موضوع طبعاً حقل زهر برضو الرئيس يتفقد نشروعات منطقة عفواً منطقة هدبة الجلالة والقطاع الخاص يتعاقد على مئة ألف طن قرز سيني لصد احتياجات الأسواق وفيه برضو اتهمت درتها بقتل زوجها وأولاده الأربعة واللي هي زي ما بقول لحضراتكم اللي هي هيبة في موضوع الجريمة اللي هزت بانها اللي هو الأب اللي لقوه أولاده الأربعة في حالة تحلل وقالوا بسبب السم الزوجة بتتهم اللي عبدوا عليها بتتهم الزوجة التانية ده كان يمكن أهم حاجة ده كان يمكن أهم حاجة معنا بالنسبة للموضوعات برضو اللي في مصر والأمور دي كلها هنروح برضو عشان دي الوقت في خبر مهم قبل من روح للشرق أوسط وعالمي فاكرين لاتنين السياح البريطانيين اللي كانوا توفوا في فندق كان الأيام اللي فاتت كانوا تكلموا عن حاجة ليه علاقة بالأكل وفي بكتيريا معينة ده بتحصل في كذا فندق أو في كذا حتة ما لهاش علاقة خالص بوفاة السائحين البريطانيين اللي هما كانوا توفوا الفترة اللي فاتت في فندق شهير بالغردقة لكن بعد ما تم طبعاً كان فيه الطب الشرعي والتحليل الجسامين والكلام ده كله كان أمر المستشار نبيل أحمد النهاردة بأنه هيتم تسليم جثماني السائحين البريطانيين اللي زينة توفية بالغردقة إلى مندوب السفارة البريطانية بالكاهرة وأنه نيابة العامة بتستكمل التحقيقات في القضية وهيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في حينه يعني ما صدرش أي حاجة بالنسبة لإيه سبب الوفاء إلى الآن يمكن ده كان من أهم المواضيع